الباشوشين السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حكاية جديدة بسم الله نبدأ بها كلامي وبالصلاة والسلام على رسول الله نحلي بها الثاني والسلام على رسول الله يترفع بها مقامي ومقام اللي قال سكيتفرج قداني اللهم صلي على زين الزين بوفط موجد الحسين سمعني يا السامع والغى الكلامي حكيتنا اليوم فيها فيدا لكل أدامي الصغير فيها فيدا والكبير حكمة زايدة وكيف تقول المثال اللي تقلس معا في الميدا وما تدي منه فايدة رفاكتو غزايدة كان يما كان يا سادا يا كرام في سالة في العصري والآوان وكان حتى كان واحد لبنتها اسمتها باهيجا من بعد ما توفى الأب والأم ديالها كانت هي ما زال صغيرة ومشتكا تعيش مع واحد عمتها في الدار اللي كان ساكن فيها بباها أمها وجدها 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 وجدبها وجدمها من قبل وعمت باهيجا كانت واحد لمره كبيرة ولكن كانت واحد لمره طيبة وعزيز عليها باهيجا بزاف ومهلية فيها وما مخلية عليها وما مقصرة معها فتشي حاجة وكانت مفشها لواحد درجة ما كتصورش على البال والليح اللي تعليها فمها كتحضر اللعاب الحويج اللي ماكله والشراب وأي حاجة بغتها ما كتقولش لها الله ولكن باهيجا ما كان عجبة حتى شي حاجة من هادشي وما كانت حتى حاجة من هادشي كامل مقنعة ديما هي باغة لعب جداد وديما باغة حويج جداد وما كل أخرى مختلفة على الماكلة اللي كياكله وحتى حاجة من هادشي كامل اللي كيدلوليها ما عجبة وحتى من المدرسة كانت كتكاسل وما كانت بغيش تمشي وما كانت بغيش تقرأ ولا تحفظ حتى في الدار ولكن كانت عندها واحد الأمنية بغي تحققها بأي طريقة ولكن عمتها معمرها وافقت لعلي blir وهدا الأمنية هذه هي واحد الباب في الجيهة الخلفية ديال الدار ديالهم كان اللون دياله خضر باهيجا لعقل ديالها كان كي قول لها وراهد الباب هذا كان بزاف ديال اللعب وكان بزاف ديال الحوج وكان بزاف ديال الفانيد وبزاف ديال الحلوه وبزاف ديال الجبن وإي حاجة بغتك تتمناها كان تمكينا ولكن عمتها ما بغاش تعطيها السوارت باش تدخل من ذاك الباب الخضر وفي كل مرة كانت كاتمشي التحيل على عمتها باش تعطيها الساروت تحل هاداك الباب وتلقى هاداك الكنز اللي كانت كتتخيله في عقلها ولكن عمتها دائما كتقول لها بنتي هاداك الباب ما عندك ما تدري فيه وما كينش علاج الدخل إليه وإلا مشيتي حتدخلتي إليه رمغ ديشي عجب من الحال وقد ما عمتها كتقول لها لا وكتقول لها هاد الكلام هادا هي فراسها كتقول أكيد كينش حاجة اللي عمتي ما بغانيش أنا نشوفها وغالبا هاداك شي اللي كينفراسي هو اللي كينلداخل وكانت نهاره ما طال وهي قالسة قدام داك الباب وغير كتشوف فيه وكيف ما هي الطبيعة دي الإنسان الحاجة الممنوعة هي اللي كان بغيونا عرفوها أكتر والممنوع مرغوب مشات أيام وجات أيام باهجة كبرت شوية واشتد تعودها وباقي هاد الأمنية مع مرات حقت لها وكل ما كبرت هاد الحلم هاداك يكبر معاها والأمنية دي لها كتزاد كتر باش تفتح هاداك الباب الأخضر وتلقى في هاداك الكنز اللي كينغير في عقله عمت باهجة كانت عندها وحد صنيدقة صغيرة كتجمع فيها قاعدة شي اللي مهم كتديره فعل داخل باهجة ردت البال أن عمتها كتتعامل مع هاداك صنيدقة بوحد العناية فائقة ودائما مليكت جبد من هاداك شي اللي بغت كتغزنها في واحد المكان بعيد باش ما توصلش لي باهجة وهنا باهجة بدك يقول لي عراسة بأن المفتاح دي لباب الأخضر كين في هاداك الصنيدقة ومرة مرة كتجع وتاني عند عمتها وكتقول لي عمت يا رأنا كبرت ووليت باعقلي غير حطيني الساروت نمشي نحل داك الباب الأخضر وغادي نرجح وعمتها دائما كان الجاوب ديالها هو هو واحتى الخادمة دي لعمتها ما قالتاش كل مرة كتمشي التحايل عليها وكتقول ليها طلبي لي الساروت من عند عمتي باش نمشي نحل داك الباب الأخضر ولكن حتى الخادمة كان عندها نفس الجاوب ديال عمتها في يوم من اليوم عمت باهجة هي والخادمة ديالها مشاو يتقدو شي حاجة في السوق وقالوا لباهجة احنا غاديمشي ونتقدو ننتي بقى هنا في الدار لجا شي واحد ما تحليش لي الباب حتى نجي وحنا هيا باهجة هذي هي الفرصة اللي كانت كتقلب عليها من شعال هذه قلت لها يا عمتي غير سيري وكوني هانية أنا غدا نمقى في الدار ما غا نتحررك من بلاستي ويلا دق عليه شي واحد ما غاديش نحلي الباب حتى تجي ونتو معي غير عمتها مشات من هنا هي مشات للصندوق وحلتها وبقعت كتقلب بوسط منها حتى لقعت واحد الساروت قديم وقالت مية في المية هاد الساروت غادي يكون هو الساروت ديال الباب الأخضر اللي عمتي معمرها سمحت لي يندخل لي خدت الساروت ومشت كتسلت بشوية بشوية حتى وقفت قدام الباب الأخضر وهنا فين غادي توقع المفاجأة وهنا غادي نحبس الفيديو ونشوفكم شاء الله في حلقة جديدة باش نكملكم هذه القصة كترب من نص فيكم بيكراش يلقى شي شير عليها بها باللي باهي جحلة الباب الأخضر ودخلت الداخل كتطلق واحد لغوتة على باب جهدها وكتقول عتقوني عتقوني وده شي كامل اللي كانت كتتخيل أنه غادي تلقاه ورا الباب الأخضر ملقت منه حتى شي حاجة والقطرسة وسط واحد الغابة متوحشة وكل هضلها وهنا باهيجة دخلت في واحد العالم موازي وهنا غنتوقف واحد شوية وغنترح عليكم واحد السؤال واش فعلا كتأمنوا بأنه كين واحد العالم موازي من غير هاد العالم هادا اللي كنعيشوا في حنا إلا عندكم شي جواب أهبطل التعليقات وخليولي الجواب ليالجاوب لياكم من اللي باهيجة القطرسة وسط من ذيك الغابة وكلها مظلمة ومتوحشة أدركت تمام الإدراك أن ذاك الشيكام اللي كانت تحلم به في المخيلة ديالها وذاك الكنز اللي كانت تتوقع أنه هاد يكون ورا الباب الأخضر ما من نواله وكل شي تبخر بقيت كتتغوط عتقوني 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 واحد شوية وهو يوقف على واحد الرجل الكبير مو سن ولكن باقي شاد في صحة ديها وقال ليها بنتي اشنو جامك لهاد البلاسة واشنو كتديري هنا باهيجا من كترة الخلعة اللي فيها ما بقيتش قادة تهدر ولا تتكلم هادك الرجل الكبير عرفها مخلوعة وما قادةش تتكلم وهو يشدها من يديها وقال لي الله نحيدو من هنا بنتي هاد مكان هادرها موخيف ومتوحش باهيجا من كترة الخلعة اللي كانت فيها مشات مع ذاك الراجل بدون ما تعرفين غادي بيها والله شنو غادي يدير لها بقيت غدا مع ذاك الراجل وسط من ذاك الغابة الموحشة حتى وصلوا لواحد البلاسة فيها واحد البيت متواضع من اللي يدخلوا لداخل كتلقوا واحد المرة كبيرة ومعها ها ثلاثة ديالبنات واحد البنت تقريبا في السين ديالها واحد جوش اللي بنات صغر منها هادك المرة الكبيرة هي تسوي الباهيجا قتل لها شنو اسميتك قتل لها سميتي باهيجا قتل لها غريب هاد الاسم هو الاسم ديالي يتعود له منين جيلتي قتل لها أنا جيلة من القرية الفلان فلانية هي تجوع عوتاني و packages هاد قتلها غريب هاد هي القرية اللي أمكنعيش فيها وهي تسوي الله عوتاني و toda شنو اسم يتى الابت قتلى اسم يتى الاسم و كده و كدة وهو ينضرعش الكبير وو يقول لي أغريب هاد هو الاسم ديالي هنا باهيجا أدركت أنها عيشة في الدار ديال الجدها الأول واللي هو نفس البيت اللي تعيش فيه وعاش في اباها ومها وجدها وجدها وهما يسولوها وقالوا ليها كيفاش حتوصلتي لنا باهيجا ما بغاتش تقول ليهم على الظبلة اللي دارت وعلى السالوت اللي خونات وحلت بيه الباب الأخضر اللي كان ممنوع ليها ومخصتش تدخل منه وش حال من مرة نعمتها نبهتها أنها ما تدخلش من هاد الباب لأنها اللي دخلت لي ما غادش يعجبها لها جماعات الطم وسكتات وما قالت حتى شي حاش من اللي شافوها ما بغاتش تجاوب خلوها على راحتها واحد شوية هي تقول ليهم جداتهم يلا هالبنات سروا تنعسهم من اللي مشوا البنات بتلاتة تدوا معاهم باهيجا باش تنعس معاهم في نص الغرفة اللي كي نعسهم من اللي دخلات كان كي حسب ليها أنها غد لقى سرير ديالها بوحدة كما تعودات في الدار ديالهم عندها سرير ديالها بوحدة والغرفة ديالها بوحدة واللعب ديالها بوحدة ولكن تفاجأت بوحد الواقع ولا تصدمت بوحد الواقع أنهم بتلاتة كي نعسوا في سرير واحد وهي غدا تزاد فوق منهم وغيروا لي وربعة نعسى في سرير واحد وهذه كانت أول صدمة البهيجة ومن كترة مكان سرير ضيق وهم أربعة ما عرفوش كيفاش نعسوا كاملين البنات اداهم النعس لأنهم ملفين باهيجة بقتل لي الكامل وهي كتدقلب كتدقلب يحتل الصباح يالله غمضت عينيها واحد شوية كتحس بشي حد كي يجبدها من الرجلين اللي أحلى كتحل عينيها كتلقى جداها كتنوض فيهم وكتقول لهم احنا معدناش البنات اللي كي نعسوا معطلين نوضت قاعدوا كاملين البنات نوضت غيات غيات لأنهم ملفين بهيجة بقتل تكسل في سرير ديالها يتقول لها جداها نوضي خرجي مع البنات وديري ذاك الشي كامل اللي كيديرو وقاتل لها جدا تحيدي هذوك الحويج وهكي لبسي هذوك الحويج هادو كتشوف هذوك الحويج كتلقى مغاوحة دربالة كلها مقطعة ومتواضعة وكتشوف راسها هي كانوا كي يجيبوا لها غير للباس المخير وما كانش دائما كي يجبها لبسيت هذيك الدربالة ومشات مع البنات لقاتهم دخلوا للكوزينة وكيوجدوا الفطور بيديهم بلي وجدوا الفطور حطوه قلتوا كيفطروا كاملين هي عكا تشوف هذيك الفطور لأن هذيك الماكلة اللي كياكلوا ما عجبتهاش وكتسنى أنهم غادي يجيبوا لها ماكلة أخرى من غير هذيك الماكلة اللي كياكلوهما قالوا لي هاكولي ما بغايتش تاكل قالوا لي رلا ماكلتيش راعد الشي اللي كين عجبك هو هذك ما عجبكش راعد بغاية بالفطور باهيجة بقى كتفكر واش تاكلوا لما تاكلش تاكلوا لما تاكلش البنات ناضوا ضغية ضغية جمعوا الطابلة رضوا ذك شي للكوزينة وخرجوا كاملين باش يبدوا الخدمة لهم ناضد جدا سحتايا وقتلها ناضي سيري تبعي البنات وديري ذك شي كامل اللي كيديروا البنات كل وحدة فيهم أشنو كدير هل لي كتغزل هل لي كتجمع الحطب هل لي كتشعل عافية هل لي كتمشي تجمع الخضر اللي غادي طيبو هل لي كتجمع الدار هل لي كتسقي الماء هل لي كتورد لبهيم وكل وحدة فيهم أشنو كدير وباهيجا غير حالة فيهم واحد شوية هو يغوت علاج الدهق لشنو كتسني ناضي سيري عاولي بنات وديري بحالهم قلت لي هنا ما كان عرفش قلال ما كتعرفيش غدا التعلمي وبقات باهيجا من هادك النهار كل نهار كتفيق في الصباح بكري كتطيب الفطور مع البنات كتنط تعاونهم في الشقة تجمع معهم الدار طيب معهم تحطب معهم تسقي الماء تورد لبهيم وتعاونهم في جميع الخضراء وقع للوازم وقع الحواج اللي كيدوروا في الدار كتعاونها فيهم وتمارى من صباح تلاشية نهار على نهار نفس الحياة نفس الروتين نفس الشقة وتمارى يوميا مشت اليوم وجات اليوم على ذاك الحال بهيجا أدركت أن الحياة اللي كانت كتعيشها من قبل كانت حياة الأترياء بالمقارنة مع الحياة اللي كتعيشها ده وعرفت أن ذاك شي كامل اللي كان متوفر لها وهي ما كان عجبها حال كانت على خطأ كبير وما كانتش مقدرة مدى النعمة اللي كانت كتعيش فيها وهذا حال بزاف ديال الناس في الحياة ديالنا اللي كتعيش فيها وبالرغم من المعاملة الطيبة اللي كانت كتعاملها جداتها وجدها وحتى البنيات بثلاثة إلا أن الحياة كانت شاقة بالنسبة لها وهنا بهيجا بدتك تفكر في شي طريقة اللي غادي تديرها باش تعود تخرج من الباب الأخضر ولكن كيفاش غادي تدير هنا فين كينا المشكلة جداتها بالرغم من أنها كتكون قاسية معها شي شوية من اللي كتفيقها ومن اللي كتقولها سيري خدمة مع البنات لكن كتبقى جدها وجدها ناس طيبين وكانت مرة مرة كتجمعها هي والبنات وكتبقى تعود لهم الحجايات كما كنعود عليكم هنا دابا وكتعود لهم القيصاص وكتعود لهم تأهية على الباها وعلى جدها ومن اللي كانت كتكون كتعود كتجمد واحد صندقة اللي خازنا في هذوك الدكريات ديالها ديال جدها وديال جداتها وديال جدود جدودها وكل مرة كتجمد شي حاجة من ذيك الصندقة وكتوريها للبنات وكتعود لهم عليها بهيجا فهمت باللي هذيك الصندقة أو تاني ديال جدها هي الصندوق ديال العجب اللي كيتخزن فيها الأشياء المهمة ديال جداتها وقالت مع رأساتها مئة في المئة الساروت ديال الباب الأخضر غد يكون في ذيك الصندوق واحد النهار وهو مجموعين على جدهم وجداتهم وكتعودوا لهم هوينوت جدها هو يسوي الباهيجا ويقول لها كيف اجدرت انتي حتى وصلت إلى هنا يا هنا باهيجا لقات راسها مضطرة أنها تجواب هاتجواب ربما يعطيوها شي فكرة أو شي طريقة باش تعود تخرج من الباب الأخضر ويتعوديهم القصة كاملة واش نوقع لها مع الباب الأخضر جدها تعجبات من القصة اللي عودت باهيجا وقالت لها بالله راح تحنى في هذا الدار هذه فالجهة الخلفية للدار عندنا واحد الباب خضر هنا باهيجا هي تسولها بخجل وقالت لها واش عندك الساروت ديال هاتي الباب؟ قالت لها هي عندي الساروت وهو كينفض الصندوق هي تقول ليها واش تقدري توريني هذه الساروت هذا؟ قالت لها هي نوريلك علش الله يتتأخذ هذه السنديقة لها وهي تجبد واحد الساروت هو نفس الساروت اللي كان عند عمتها وما كانش كسبها دعضاء لها وهي تقول ليها واش تقدريت تعطيني هذه الساروت نمش نفتح بيه هاتي الباب الخضر ونشوفه شنو فيه وهي تقول ليها جدا هلا هاتي الساروت هذا أنا محافظة عليه وما عمرني وصلته وما عمرني حليت هاتي الباب الخضر لأن الباء أمي كانوا دائما مانعين عليها أني نوصل لهذا الباب هذا ولا ناخد الساروت ومش نحل بيه الباب الخضر باهيجا قد تتحايل على جداتها باش تعطيها الساروت كيف ما كانت تتحايل على عمتها باش تعطيها الساروت دي الباب الأخضر ولكن جداتها كانت سارمة وقالت لها الساروت بنتي هو اللي ما غادش نقدر نعطيه ليك مشيت ليام ويجيت ليام وباهيجا كتقلب كيفاش تدير باش تجبد هاتي الساروت من ذيك الربيعة وتحل الباب الأخضر وترجع للحياة ديالة العادية وتخرج من العالم الموازي ولكن المحاولة ديالها كاملين كانت تبوء بالفشل واحد النهار من بعد مسألوا القلصة ديالهم قلت لهم جداتهم يلا هالبنات سروا لبيت ديالكم باش تنعصوا باهيجا خلات حتى كل شي نعص وحتى هي دارت راسها نعصات وبشات كتتسلت بشوية بشوية حتى جبدت هذه الربيعة ديالة جدتها وحلتها واخدات منها الساروت وهنا غاد ينسالي القصة ديالنا ونعود لكم الباقية في القصة الجاية ان شاء الله اليوم المعيور اللي غادي ناخد مخداش الحكم اللي يحكم المرش ديال المغرب ضد فرنسا من اللي اخدات الساروت حيدات هذه الحوج ولبسة الحوج اللي جات بيه من النهار الليول ومشت كتتسلت بشوية بشوية وحلت الباب ومشت كتجري للباب الاخضر وحلاته ودخلت منه من اللي دخلت من الباب الاخضر كتلق على ساعة وتانية في نفس المكان اللي كانت خرجت فيه من اللي دخلت المره الأولى تجري وسط من ذلك الغابة وهي مخلوعة ومرعوبة تجري تجري تلقى الباب الذي دخلت منه المهار الأول حلاته وخرجت ضغيه وحودت سداته تجري وسط من الدار وحلات صندوق عمتها وردت سيروت دياله وسداتها وقلست وكأن شيئا لم يكن واحد شوية تطل من الشرفة ديال البيت تباليها عمتها هي والخادمة ديالها راجعين من السوق من اللي وصلوا سلموا عليها وقالوا لها واش مجدتشي واحد الضار قلت لي من اللره مجدتشي واحد ومن اللي مشيتو وانا قال صغير في بلاستي عمتها كعادتها كل مرة تمشي تسوق تشري لها حويجات جداد وألعاب جداد وذلك شيء كامل اللي تجيب لها باش تفششها من اللي احطت الباهيجة ذلك شيء اللي شرت لها هي تقول لي باهيجة علش عليك عمتي باركة ذلك شيء كامل اللي عندي راكافيني وهذا الألعاب اللي عندي را أنا عاجبيني وبيخيرو على خير بلا ما تبقيت شري لها كل مرة فاد شيء عمتها دخلها الشك من هاد الجواب اللي جاوبت باهيجة هي تقول لي ها في العادة بنتي ما كتجاوبينيش بحالوك كل مرة كنشريك شيء حاجة ما كيعجبك حالوك تقول لي يلا بغيت حاجة أخرى لقات لي اللره ما كنتشي حاجة هاد شي اللي شريتي لي باركة ما تبقيت شري لي لتشي حاجة ذلك الألعاب اللي عندي والحويج اللي عندي راكافيني وعاجبيني باركة من الشريعة هنا عمتها تقول لي هاد شي ماشي عادي كينشي حاجة يدير شي زبلة وما بغاش تقوليها ولكن شي حاجة خازنا عليها ضروري تعود لي شنو كي باهيجة شافت راسها حاصلة وما عندها فين تهرب وخصة ضروري تعود شنو قاع لعمتها وهي تقول لها هل لي وقع وهل لي وقع وهل لي وقع رأني اخذيت الساروت ومشيت حليت الباب الخضر وهو قاع لي وهو قاع لي عمتها من اللي سمعتها عودت لها هاد القصة هادي استغربات وبغت تعاقبها ولكن قالت مع رأسها العقاب ديالها راه خداته وكنضن أنها تعلمت الدرس من هادشي اللي يوقع لها وهادشي اللي يوقع لها في نفس الوقت هو العقاب ديالها ومن هادك النهار باهيجا أدركت أن الحياة اللي كتعيشها مش هي أي واحد يقدر يعيشها وهادي كننعم اللي عيشة فيها ممتوفراش للناس كاملين وأن القناعة كنز لا يفنى وقررت أنها ترجع للدراسة ديالها وتعون عمتها والخادمة ديالها في الأشغال ديال البيت وحتف الأشغال اللي خارج من البيت وولت أي حاجة كتجيبها لعمتها كتقنع بها وكتقول لها شكرا وكتحمد الله وتشكره على هذه النعم اللي كتعيش فيها وهكذا وكيف ماش نفذ الحكاية بهجة ذك شي اللي وقع لها كان سبب مقنع أنها تفهم أن الحياة اللي كانت كتعيش فيها حياة دي الأترياء بالمقارنة مع الحياة اللي كيعيشوها بزاف دي الناس وهذا هو الواقع دي بزاف دي الناس وحتى ولدات نفذ الزمان الكتير مننا كيعيش واحد الحياة مستورة ولكن ما عجبوا الحال ودائما بغي كتر وماشي عيب أن الإنسان يكون طامح أنه يوصل لأكتر ولكن يقنع بدك شي اللي أعطى الله تبارك وتعالى ويكد ويجد ويخدم باش يوصل للمستوى أكبر من المستوى اللي كيعيش فيه ولكن باش يكون ساخط على النعم اللي عنده ودائما كيطل على النعم اللي عند الناس الأخرين خاصك تعرف ما أن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق دينا وكل واحد كي يخذ الرزق ديناه والرزق فيه جوش الأنواح الرزق اللي كتب لك الله تبارك وتعالى نهار تخلقتي من الكرش ديناك وكين الرزق منه وآخر اللي هو الرزق اللي كتسعلين تا بالكد الجد وبالدراسة وبالعلم والتعلم وبالخدمة وقدمك أنت قانوع وكتحمد الله تعالى وتشكره للنعم اللي أعطاك قليلة ولا كثيرة قدم الله تبارك وتعالى كيزيدك وكيف ما قال الله تعالى في القرآن الكريم وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ فكل واحد فينا لازم يحمد الله تبارك وتعالى على النعم اللي أعطاه قليلة ولا كثير باش الله تبارك وتعالى يزيدك من النعم ديالو والله يزيدنا ويزيدكم من النعم دي الله تبارك وتعالى والله يفتح علينا وعليكم وعلى كل مومن وعلى أي واحد محتاج ولا مضرور ولا أي حاجة يفتح لي الله تبارك وتعالى من أبواب السماء حتى يشبع وحتى يقنع وأنا كنكون وصلنا لنهاية الحكاية ديالنا نتمنى أن تكون عجباتكم وإلى عجباتكم أراكم عارفين شخصكم تديره وللتذكير هذه القصة دي الكاتبة الأمريكية المعروفة ماغي إيلي نوخ ويلكنز فريمان وهذه القصة دي كتبتها سنة 1910 وكانت كتدر على القناعة وعلى الريطة وتم الترجمة ديالها البزال دي اللغات ومنهم العربية كان هذا كل شي ديوم تهلوا لي أفراسكم ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة والسلام عليكم موسيقى